وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة باقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر إليك ليلى شكرا لك محمد شكرا لك يا أميرة ونتابع معكم أهم الأخبار الاقتصادية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي خلال عام 2021 بنسبة 38.2% مقارنة بعام 2020 وأوضح الجهاز أن إجمالية الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الافريقي بلغت 5.487 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 3.985 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع تقدر ب37.7% أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسجات والمفروشات المنزلية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنسبة 10% لتبلغ مليار و229 مليون دولار وأوضح المجلس أن صادرات قطاع الغزل والمنسجات قد شهدت نموا بنسبة 24% بواقع 817 مليون دولار وبلغت صادرات المفروشات المنزلية 412 مليون دولار خلال نفس الفترة وتعد القطاعات النسيجية ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر وتمثل 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي و34% من الناتج الصناعي وتضم أكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليون ونصف المليون عامل عبرت سفينة سياحية عملاقة في أولى رحلاتها البحرية قناة السويس في رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة تمتاز السفينة التي يبلغ طولها 333 مترا وعرضها 47 مترا بكونها أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتستطيع أن تحمل علامتها حتى 6782 راكبا ووفقا للبروتوكول المتابع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة قام مسؤولون من الهيئة بصعود المركب وترحيب بطاقمها كما تم تقديم هدية تذكارية لربان سفينة وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي وارتفع رأس المال السقي 8.1 مليار جنيه ليغلقا عند مستوى 821.7 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.41 من المئة في المئة ليغلقا عند مستوى 12.515 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.10 من المئة في المئة ليغلقا عند مستوى 2388 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 93 من المئة في المئة ليغلقا عند مستوى 3482 نقطة ونتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و45 قرشا للشراء و24 جنيها و54 قرشا للبيع أما اليورو فقد سجل 25 جنيها و31 قرشا للشراء و25 جنيها و40 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاستليني إلى 29 جنيها وقرشين للشراء و29 جنيها و12 قرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإمارتي 6 جنيهات و66 قرشا للشراء و6 جنيهات و68 قرشا للبيع وأخيرا بالنسبة للريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و52 قرشا للبيع تجاوزت مبيعات التجزاء الأمريكية جميع التوقعات في شهر أكتوبر الماضي بدعم من شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين قد يساعد في دعم الأوضاع الاقتصادية في الربع الأخير من العام الجاري وأعلنت أزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزاء قد صعدت بنسبة 1.3% الشهر الماضي وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة المبيعات 1% مع تقديرات تراوحات من مستوى منخفض يصل إلى 1 من المئة في المئة وصعودا إلى 2% نهاية أخبارنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمحمد وأميرة إليكم من جديد شكرا لك ليلا